صباح دخلت أشعة الشمس وانتشرات في أرجاء الغرفة كانت ناعسة على جلبها ومكمشها جامعة رجليها عندها زيرات على عينيها وبدت تحلهم شوية بشوية هزات عينيها في السقف كتشوف فيه شوية بدت ترمش في عينيها بسرعة كتشوف في السقف مختلف ودورات وجهها كتشوف في الغرفة مختلفة هذا ما شبيتها حضرت عينيها لصدرها وهم يتوسع عينيها كتشوف صدرها عاري زيرات لغطب شوية ويدها كيرجفو القات رأسها عارية كيف ولدات همها دموحها هبطو كيشريو وكلها كترجف كتدور وجهها ببطء للجهة الأخرى وخايفة من دكشي اللي في بالها بالها دهار عريض وعاري وشعر بلني دارت إديها على فمها ممتيقاش اش كتشوف شحقاتها بدو كيرتا فعود ودموحها شلال دارت إديها على صدرها معنقرازها جاه تجمع رجليها عندها وهي تحس بألم راهيب تحتها حتت سمعات آي على الجهد تحرك على إطر الصوت اللي سمع وجه الشعاع العيني ودار دراعه على وجهه راسه فيه شوية ديال الحريق من كثرة المشروب اللي شرب البارح سمع صوت كينين حداه ودور وجهه هي تبالي ديقاعد وكلس ونصل تحتاني اللي مغطي كيشوف فيها جامدة وجامعة رجليها عندها ومعنقاهم ولو يعليها لذار كتافها اللي معرنين وشعرها هابط عليهم كتشوف قدامها كأنها مركزة على نقطة واحدة عينيها ما تحركوش ودموحها هابطين بوحدهم حتى كيتلاقاوا عن تقنها دووز يديه على راسه كيحاول يتفكرش نوقع البارح وبداول لقطات كيدوزوا قدام عينيه حتى تفكر كل شي من اللحظة اللي جات عنده اللي قوات من بعد ما تذكر كل شي زين على فكه ومسح على وجهه شاف فيها باقة على نفس الوضعية مدت ايدو لعندها وحطها على اكتفها كيحرك فيها قال ساندي غير سمعت صوتو وخرجات من سهوتها حضرت راسها ببطء وشافت ايدو على اكتفها العاري قفزات من بلاستها وناضت شادف ليزار بايد ديها كتحرك راسها يمين وشمال كأنها كتقول ما يمكنش هاتشي يوقع ايش جابها لهنا؟ انها تسخر ولبس الباكسر دياله هو كيشوف بها كتحرك راسها وكتبتم كيفشي حمقها تمشى جهتها وغير شافت وجاي نحيتها قالت وهي كتبكي بعد ما تقربش ليا الله هياخد فيك الحق تعديتي عليا اشنو درت ليك؟ كيشوف بها كأنها شخص آخر ماشي ديك اللي كانت معه ليلة البارح واستسلمات لي بإرادتها كيفاش تعدى عليها؟ شنو كتخربك هادي؟ تعصبو بدكيزو هو ما كانش بكامل وعيه لكن كل شي وقع بمحض إرادتها احتحت مضربها على إيدها رجع شعر اللور بعصبية وانطق ايش كتخرب قينتي؟ كيفاش تحدد عليك؟ داك شي اللي ترى البارح كان بإرادتنا بجوش ما جيتش فرضت عليك راسي ايدان بلا مضح ما قائلية هز فوتوت مغادي نحية الباب وقال دخلي دوشي أنا غنمشي للحمام لأخر من بعده ناضره خرج ودخل البيت آخر فيه بدوش وقف تحت الرشاشة مع الضمن ردة فعلها بحال ليلة هو جبرها وناس معها بزز غادير شافت تخرج وبدات كتطور في البيت كالحمقة شافت الحويش كل حاجة مرمية في قند كاتبكي وتهز فيهم وكتقلب فيهم بانت لها الغوب الحمراء والكيلوت والبتاتهم شافت فرازها ما يمكنش تخرج حاكا بانت لها الجاكتة ديالو وهزاتها لبتاتها واخا مكرهة ولكن ما عندها خيار هزات الساك والحيداء وخرجات كتتسلت حلات الباب وخرجات بلما تسدوا بالتلفة هبطات في الدروج وخكاين المسعد بغاية تخرج من هاد المكان في أسرح وقت ممكن وصلات للباب وخرجات كتجري للشارع الدنيا كانت خاوية كانت سبعة ديار الصباح غادة بالحفام عن القصاك كتقلب على تاكسي أخيرا قال لها واحد وشيرات ليه وقف ليها وطلعات قالت ليه العنوان والدموع في حينها كانت سائق كيشوف فيها باحتقار ظنن منه أنها وحدة من ابنات ليه حالتها كتوحي بدكشيني وصلها قدام العمارة وخلصاته وخرجات طلعات لشقتها فتحات الباب ودخلات وكيف سدات ولاحد دكشي من إيديها واتكات على الباب منهارة هاطة بظهرها حتى بلسات على الأرض كتبكي وكتغوت وكتنسف شعرها وكترك البرج ليها رغم الألم اللي كتحس به تحتها قالت كان كرهك انتي السباب كان كرهكم كاملين بغيت نموت انهارت كليا غادير الهادي قال لي ما كتطلعش الحس صافي وصلت بيها لحد عانات في صمت حياتها كلها من صغرها وهي في المشاكيل بسبابها حكت حني الرأس وتسمع التوبيخ والمعيار على حوايج ما ديرهونش حيت حتى واحد ما غادي يسمع ليها أو يتيقها غادة تبان غير مريضة نفسيا قدامهم دكشي علش فضلات تلتازم الصمت وتلقي اللوم على أفعال ارتاكباتهم الأخرى لكن حتى الهنو باركا توصل بيها الحقارة أنها تسلم جسدها لراجل وترزيها في شرفها هذا جسدها هي شاركاه معاها شخصية أخرى قد تصرف فيها على هوها شخصية مريضة رونات لها حياتها ومعيشاها في رعب دائم رغم أنها عيشة حياة تعيسة ولكن وجود الشخصية الأخرى خلاها تهرب من ابنادم وتعيش في وحدانية قاتلة فقط باش تجنب الشوهات والمشاكل وبقيت كتبكي احتحد في هذه الدنيا ما غادي يفهمها أو يحس بيها أنك تشرك جسدك مع شخص آخر اللي هو عكسك تماما ومن فوقها كي يقادي ويقتل رعب حقيقي كتعيش وغادير كل لحظة في حياتها اليومية ما حيلتها لماضي المؤلم ولا للحاضر المرعب لما انتشكي شكون غايتفاهمها ويتيق كلامها هي براسها داخت من نهار ظهرات الأخرى وهي عايشة في دوامها تفكرات الزخر علاش هو علاش كانت كتحس بجهته بإحساس غي وباريء أمرها حسات به من قبل وجادت الأخرى تعرفات عليه وسلفاته راسها كأنها كتملكه وكتهدد فيها من فوق تفكرات الفيديو اللي خلات لها ساندي كتحدرها أنها ما تقربش من ساحة صخر خوفا ليشك باللي هما ماشي توأم وإنما نفس الشخص بشخصيتين آه هي مريضة مرض نفسي انفصام الشخصية هو المرض اللي انتج عليه وجود ساندي رغم أن غدير هي الحقيقة وساندي مجرد مرض ولكن هي اللي كتتحكم فيها وفي حياتها وعند صخر اللي خرج كيقلب عليها في أرجاء البيت ما لقاهاش ما كايش حسها وتلفت جهة الباب ولقاها مترح كعاب المعقول ومشا سدو ورجع خدقارو وخرج البالقون ليلة البارح كانت ماشي في الحسبان ولكن اللي اعطى الله عطاها واللي زاد نيرباه هو علاش كانت ردت فعلها هكاك كأنه اغتصبها وباس زادتها مشات وخجل لها خسنا نهضره كان باغي تناقشو يحط النقط على الحروف اللي وقع البارح كان خطأه مبجوج وهو ماشي شماته باش يقلب عليها وجهه البسه والتاجح المركز وتفكيره في القضية دا بعاد غديب دا اللي حبتيال معه ويخدم جاع الحيال اللي عنده باش يوصل مبتغاه اللي هو القبض على القاتلة ادخل مكتب ودخل معاه عمر اجلس صخر وشد التوصي في ايده وقال كل شي هو هاداك نفس الطريقة المخدر والطعن عاد تقطيع العطو فقط المكان اللي تغير وهو يقول عمر فنا دارك علاش بالثلاث المكان وممشاتش على منهاجيتها قال صخر كاين سبب خلاها بالثلاث شحان من حاجة اولا كانت كتبتل الضحية في السيارة وفي الخلع بعيد على الأنظار من بعد ما كتبوين ثانيا التوقيت تبدل بين ضحايا الثلاثة اللولين بيناتهم نفس المدة واللي هي شحر والضحية الرابعة بينها وبين آخر ضحية ثلاثة شهر إذن القاتلة ديالنا كانت عند هاشي حاجة اللي شغلاتها في هاد الأوينة الأخيرة حتى بدلت الوقت والمكان حي تباين من التنفيذ كانت مزروبة حتى أنها غامرات وتشدات في الكاميرا وخما بنشوجها ولكن فكرة أنها غامرات وتكشفات لهوية ديالها باللي أنت كي يدل على أنها بدات كترتاكبها فوات وأنا بدوري غادي نزيل حي تستهنت بها كتر من القياس ولكن قريب تطيح بالإيد دي عمر قال إذن هاد التغيير وراه شي حاجة واقعة في حياتها شنو ممكن يكون في نظرك سخر دار ضحكة جانبية وقال من اللي نقبضو عليها نعرفو السبب من عندها شخصيا وهو يقول عمر إنه موت ونهرف شكون هادي سخر قال قريب وشاب بالوراق اللي قدامه وقال بغيتك تنبش مزيان في حيات الضحية الأخيرة ضروري نلقاو خيط تنمك قال عمر أوكي وخس عيبة شوية سخر قال له علاش بالسلامة وهو يقول عمر الشخص اللي مات رجل أعمال كبير رامز الهلالي ضروري تكون سمعتي بي قال سخر بقالية غير رجال الأعمال حتى هما نعرفهم كل هم بحال بحال وهو يقول عمر هو صراحة معروف عليه ذهواني تعرفوا عليه عدة قضايا اقتصاب ولكن في الأخير كيت سحبه عنده معارف وإده واصلة سخر باستهزاء قال وقول هاديك ترجع لي هدك الشي اللي غادي تدفن بلا به وهو يقول عمر لاحظت بلي الضحايا بربعة وخكله مهنته وحياته لكن تابعهم الشبهة واللي ما دار الكثير فيهم دار القليل والقضية يا إما فيها تصفية حسابات وهنا كي ينحتمال أنها تكون قاتلة مستأجارة كتقاضى الفلوس باش تصفيها لهم أو انتقا حيات ما كتكتافيش تقتلهم كتزيد تقطع لهم أعضاؤهم إذا ما تكون القضية وراها شي اغتصاب جماعي قال ليه سخر كل شي ممكن ولكن كاين القانون حتى حد ما عنده الحق ياخد حقه بإيدي باغيني نتعاطف مع مجرمة كتقتل بدم بارد ونعطيها مبررات ما تحلمش بيها ما صير هاجة هنم الكحلة خرج عمر وصخر هز هادو كلوراق كيشوف فيهم سد الملف وتفكر أحداث البارح وهذا الصباح نهدو التك على الكرسي كيفكر في ساندي دو وز نهار كامل في الخدمة مشتون مع القضية وذاك الشي اللي وقع مع ساندي خرج وخدته موبيل تيالو توجه العمتار منهم اللي كل ساعة كتصوني عليه فاقت كتتعكد حلات عينيها ولقات راسها في بيت غدير وكيف ديما ناضت كتفوه حيث بجسمها مهدود وستعات عينيها فاش تفكرت اش نوقع وشوية رسمات ابتسامة عريضة على وجهها وهي كتسترجع الأحداث فاش قرم منها وباسها واستسلامها لي كانت قسعة دليلة بالنسبة لها فرحات حيتملكها وولات ليه هو الوحيد اللي عنده الحق يمسها وهي تفكر الأخرى تفكرات غدير وهي تقفز من بلاستها غدير هي اللي فاقت بجنبه تملكاتها الغيرة الوحلة وشوية تفكرات شنو ممكن يكون وقع قالت فاك وهي تقول علش ما رجعتش هديك الساعة علش غفيت حداها ديك المكلخة باينك فساتها عليا وخربات ليا كل شي فاخر إلا عرف الحقيقة غادي تخلى عليا إلا مايمكنش ما نقدرش نعيش بلابيه خاسني نتصرف كيفاش حتى رجعت لها وش نوقع خاسني نعرف الله ياربي غدا نحمع خرجات من البيت كتجري غدا لبيتها احتبل لها ساكها مليوح في الأرض هزاته ولقات فيه التليفون دارت نمرته هي كتفتف ما عرفاش شنو ممكن يكون وقع بيناتهم واش كل شي تفضح خافت بالزاف ما فاقت غير على صوته قال لها ويه ساندي بدايت كتقف قف وهي تقول صاص صخر لباز قال لها باستغراب مالكي كتفت فيه قالت وهو يقول دابة ممساليش من بعده نهضره وهي تقول علاش غادي نهضره قال لها صخر مالكي كتحماقي عليا على داك الشي اللي وقع شوفي كنظن في هاد المدة اللي عرفتيني فيها عارفة ما عنديش معدوك الحركات واتبع بليه قالت اين حركات وهو يقول من بعده نتفاهمه اختع عليها ورجع عند سيراج لقى مربح يبديه كيشوف فيه اقلز حداه وشعل قارو كيكمي بعصبية قال له سيراج شكون هادي قال صخر وحدة وهو يقول سيراج باين القاضية مشابقة قال له صخر ادي خلي داك جملة راقت وهو يقول سيراج كتبغيها شاف فيه سخر وقال له شنو ديما كتسول اغبال اسئلة وهو يقول سيراج ايدا ما كتبغيهاش قال سخر ما عرفتش اوقف وهو يقول سيراج فين غادي اقلز باقي الحال كاتغبر وتخلي الواليدة ديما مشوش عليك وهو يقول سخر ماشي الخاطري الخدمة مزيرة ادخل سخر وودع الام ديالو اللي ما بغادش تضلقه سلت غير بالزز اما زاندي كيقطع عليها جلسات كاتف فيبري بوحتها وتحلل في الهضر اللي قال لها قالت اكيد ما عاقب والو او لكان قلب علي الدنيا بغي تفسير باينت ضهشرات وهربات احسن حاجة دارتها في حياتها الجبن ديالها اخيرا جاب نتيجة خاسم يكون على باين يوقع بحالها كمن هنا القدع دخلت لبيتها وبثلات عليها والتاجهات لخدمتها في الكازيون متوترة وفرحانة ما كرهاتش تشوفوا اليوم قبل غدة ولكن خاسها تصبر باش ما تخنقوش وين فرها ويبعد عليها والغد ليه في الصباح فاقت على صوت المنبه ناضت كتتمشى بشوية لحريق القسم ما بقاش كفي اللو ومشيت للجريدة دخلت مع الباب غادجي هتلا صنزور وهي طلق برباعة العقروشات غمضات عينيها بتعب ما فيها اللي يسمعش يهضرة وقفات حداهم بعد ما لقات التحية اللي أكيد ما ردوهاش عليها كانوا كيتسناه المسعة تتفتح قالت بنت بهمس وفي نفس الوقت كتسمع الغادير الهضرة شفتي حالتها كيف دايرة الهالات السوداء قربوا يوصلوا لفمها وشعرها حالته مش عكت تقولي بايتك تحارب وهي تقول التانية وما تعرفي بحال هادو اللي كيديروا فيها براءتي سروا سعادتي تلقايهم محترفات في هزان الرجلين ردات عليها اللولة والله ما كدبتي كيلبسوا وجه العفة واعفن منهم مكاين اللي شافوه يضرو به غادير ما بقاش عندها في نزيل والليت كتقول آه عندهم الحق أنا والليت غير مصخة وبلا شعر وهو ما نقام مني حطات إيديها على فمها حابسة البقية ومشات كتجري طالعة مع الدوش سمحات لي هون في داك المزعد وقفات كتشوف في الباب اللي كيدخل للطابق وكتشوف في الدروج اللي كيطلع الفوق مسحات دموحة بكمامها وطلعات معاهم بشوية طالعة درجة بدرجة ودماغها توقف على التفكير مبقاش كتبان لي هشي حاجة دوينة استاحق تعيش على قبلها عائلتها مات وواحد من وراء لاخر مخلينها مور هون وشرف هاللي أعز ما كتملك البنت فقداته إذن علاش كتعافر وبغى تعيش كانت وصلت للسطح وتقدمات جهة الحيط القصير واقفة كتشوف في المدينة كلها قالت حتى واحد ما غادي فتاقدها إيلا مشات موحال قاعواش غادي حسو بغيابها ما كتعني الحد وحتى هي ما عندها حتى واحد تفكرت سيف صديقها الوحيد تليسان دها فيش حال من حاجة ووقف بجنبها وحماها ولكن ما يمكن تكون عالى عليه طول حياتها كان سيف جاي فوق الموتور حبس فران بجهد قدام المجلة حيض الكاسكو حيض القفازات ديال الجلد من إيديه مد إيده كيرجع شعره كحل اللور ومرجع راسه اللور هز عينيه في البناية وعاود هبطهم وعاود هزهم بسرعة السطح ممتيقش داك شي اللي كيشوف غير قشع شكون واقف تماك وقلبه تهز من بلاستو لاح اللي قات من إيديه وخلى الموتور وتم غادي كيجري بأقصى سرعة كيسابق الريح وصل المسعد وكان مشغول شد فراسه وبغي حماق ادرب باب المسعد برشليه وطلع كيجري في الدروش كل خطوة كيدير فيها ثلاثة ضد درجات ادفع باب السطح واقف كينهج شافها مسرحة ايديها بستعد تلاح طار من بلاستو وهو كيشوف هلاح ترجل هاللول جبدها عنده من خسرها بسرعة البرق احتطحه بجوج هو لتحته هي فوق منه معنقها بيديه بجوج حلات عينيها فيه كان كيشوف فيها شوف فنارية وجهه حمر وعينيه كينفتو العافية عودات سداتهم محرجة من دكشي اللي كانت بغدير عارف غديك عليها هاد المرة بالمعقول نادت عليه وهي مهب طرس هالأرض وقف كيسوس في حواجه وعينيه عليها قرب عندها وهدرب صوت عالي اول مرة يرفع صوته عليها شدها من دراح عرفتي اش كنتي غادت ديري ها واش خرجليك العقال بغت متحري غادير بقات منزلة رأسها الارض وكتبكي ما قاداش تشوف فيه وكتنعل حدها حتى الموت ما بغتاش شافها كتترعد وكتبكي وبقات فيه تحكم في عصبيته وجرها عنده عن نقه وزير عليها بقات كتبكي المدة طويلة حتى بدت كتتهدم حس بها سكتات وهو يبعدها شد في ايدها وجرها مورا وداها الواحد الكرسي جلسها وجلس بجنبها ومدت ايده مسحليها الدموع من على خدها وقال يالله قاري ما عندك غادت عوديلي يا كل شي بلما تخبيحت حاجة ايش نولي دارك حتى تفكرت انت حي ما مفاكش معاك هنا نبقى وحتى تخرجي جاعدك شي اللي خازناه في قلبك قالت توحشت ماما وتوحشت ختي بغيت نشوفهم علاش مشا وخلاوني بحتي علاش ما تدونيش معاهم قال لها استغفروا الله غادير ايش هاد الهضرك تقولي هو ما جاء جالهم وماتوا إيلا توحشتهم ادعي معاهم وضرح معليهم وكيفاش انت بوحدك انا فين مشيت قالت عيت والله احتعيت وبغيت نرتاح قال لها بعصبية بغيت ترتاحي والانتحار في نظرك هو اللي غادي ريحك واش بغيت جاهليني شوفي نقول لك عندك شي مشكل جي عندي وعودي لي محتاجة مساعدة نديك عند اختصاص فتحي قلبك وخرجي قاعدك شي لدارك ما تبقى يساكت وكاتما حتى تولي تجيك افكار غبية بحل هات شي اللي كنت غادير غادير شنو بغيليك نديك عن شي طبيب نفسي قاطعت وبهلع وقالت اللا اللا ما محتاجاش طبيب نفسي انا صافي ما بقيتش نعاود عفاك ما بغيتش نمشي استغرب سيفو قال مالكي مخلوعة ره غدا غير تعاوديلي على دك شي اللي زعجك وتخرجي دك شي اللي في قلبك غادي غير اسمعليك فقط قالت لا ما بغيتش ما بغيتوش بدكي هدأ فيها وقال صافي ما تبكيش ما بغيتش بلايش على خاطر ولكن غادت وعديني عمرك تعاودي تفكر تديريش يتصرف حال هذا قالت كان وعدك ما بقيتش نعاود سيف مسحلي هاد موحا وكي طبطب عليها ومن اللي هدات وصلها لدارها بش ترتاح كانت من تاجها لبيتها وقفت وشافت في بيت ساندي فتحات الباب وهي متردة تدخل عودت سدات ومشات لبيتها حيدات حواجها ودخلات لبدوش دوشات ولبسات وتوجهات للمكتب ديالها الصغير فتحات البباسي ودارت الكاميرا وبدت كتسجل فيديو قالت هاي ساندي شحال هادا ما بقي نهضرنا آخر مرة صيفتي لي يا فيديو كتهدي فييان بعد على حبيبك ومشيتي سلمتي هاد الجسد وديالك ويمكن ليك تديري فيه ما بغيتي سكدت ليك وخليتك تديري فيه ما بغيتي ولكن هاد المرة صافي كتفيت منك كنت بغا غا نمشي نتعالج باش نتخلص منك وهددتيني تلسقي فيه جرائمك وندخل لحبس نتعاقب على شي حاجة انا مدرتهاش انا ما شي قدت انتي انتي اللي كتقتلي انا عمرني قديت شي حد انا مغاداش نتعالج وانتي غادت بعدي على داك حبيبك الغالي ولا غدا نكشف هاد المعمعه ما بقاتش كتهمني حتى حاجة يدخلوني للحبس ولا للسبيطار للحماق ما بقاش كيهمني الى ما بعتتيش منه هو اللول غادي عرف باللي ما عندك حتى شي وجود انتي مجرد مرض سيفطات الفيديو لسانتي هادي هي الطريقة باش كانوا كيتواصلوا مدة هادي غادي سينين هادي باش عارفة بمرضها بحتات عليه وعرفات نوعيته وباللي كاينة شخصية اخرى كتتحكم في جسدها في اللول ما قادرتش تقبل الوضع وجاتها صدمة كبيرة ما كرهاتش تغوت وتستنجد بشي حد وتشكي عليه ولكن تخوفها من نظرة الاخرين وباللي غادي نقصوا منها منعاتها ومن اللي تعرفت على زيف شحال من مرة كانت باغت عبد لي على وضحة وتراجعت خوف من انه يتخلى عليها على اساس حتى واحد ما يرضى يكون قريب من وحدة مريضة نفسيا فيش بلات عندها 22 سنة ظهور سيندي كتر كانت من قبل كتبان مرة سات بدليل كتفيق كساندي حاولت تقاوم ظهورها لدرجة متانعات على النوم الايام حتى غابت على الوعي وفاقت كساندي يعني لا مهرب لها منها استسلمت للوضع وحاولت تعايش معاه حتى النهار اللي اكتشفت ان ساندي كتقتل تأزمات ودخلات في حزن ووحدة رهيبة عايش ايامها على امل يجيش حد يمد لها يد المساعدة ويخرجها من هاد الكابوس اللي عايشة فيه ولكن دابا من بعد ما خسرات شرفها قررت تقاوم ساندي وتوقف وجهها وتحرمها حتى هي من الحاجة اللي باغا واللي هي سخر سدات الباسة وتوجهات نموسيتها سطحات واستسلمات للنوم دازت الايام وساندي توحشات سخر وكانت كتازل بيه مرارا متجاهلة تهديد غدير ولكن بدون جدوى كان مشغول بالقضية وتقريبا كيتجنبها لسبب هو معارفوش تركيزه فقط مع الخدمة باغي يسد القضية في اقرب وقت ممكن اما غدير من بعد ما كانت في الحضيط اللي خلاها تفكر في الانتحار كأسهل حل باشنهي معاناتها قررت في نفسها انها تقاوم وتفرض راسها ومتخليش ساندي تلعب بها كيف بغايت سيف ديما معاها مراقب تحركاتها خوفا لتدير شي تصرف غبي وفي نفس الوقت كيدعمها باش تخرج من حالة الحزن اللي هي فيها كان سخر في المكتب ديالي حتدخل عليه عمر بعجاجته طلع فيه سخر عينيه وقال ليه مال ما وهو يقول له عمر دخلنا انترنت وشوف الموضوع الاكتر مداولة ورقم واحد في الترنت المغربي هل سخر التلفون ديالي وكيحل طلع ليه ما قال بعنوان عريض سفاحة الطريق السريع بدأ كيقرأ ووجهه كيحمع ودوك العروق بغاوي بتردقه كيصوت بحالة تنهي وقف هز عينيه في عمر وقال شكون مون هاد الفعلة داي بيكون عندي عمر قال له خليت الخبراء كيقلبوا على المصدر الرئيسي حيث تنشر دابة جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكل شي كيبارداجي خاص هوم ووقت باش نلقاو المصدر خاص الوقت باش نلقاو المصدر دايزو ساعات ووصلاتو شي حاجة في الباسي ناد ووقفو هز سلاحو دارو موراه ولبت عليه تشاكيتة ديالو مشا ديري كتل مجلة اطلع وكان المكتب شبه خاوي تاجه المكتب المفتوح كيدور عينيه بحتا على شخص معين صخر ما بين ليه حد وضربت دورة راجع زاعة وعرف باللي كل شي غادر تحل المسعد ودخلات غادية مدات صباحة باش تورك على الزر حتى شافت ايد حبسات باب المسعد باش ما يتزدش شافت الشخص اللي دخل وتوسع عينيها من الصدمة رجعت باللور حتى تصادحات مع المرايد يال المسعد صخر بدوره وتفاجئ بوجودها كيتساءل مع راسه أشنو كتدير هادي هنا المحنى دارات الهلع والخوف في عينيها ادخل ووقف عاطيها بالظهر وورق على البوتون وتحرك لمسعد هابط قيل حسن تيخد دامه هنا غادية بقيت ملتاز مصمت وقد ترععد غير بوحدها ريقها نشف وعينيها ولو كيلمعوا بسبب الدموع اللي حافثهم بالزر وهو يقول واقي لا سامدين ساد تقول إيا باللي اختهدت وقام بكما دار عندها عاقد حجبانه ويالله بغي هضر وهو يتسمع صوت قوي المسعد وقف وتفض غادير أكبر مخاوفها هي الضلم لسقات مع الحيط وجمعات رجليها عندها وكيتسمع غير صوت آنينها سخرج بد التليفون دياله وشعل الفلاش ووجهون حيتها بانتليه مكمشة بحال شي بنت صغيرة دموحها مرسومين على خدها وشعرها طايحة على وجهها كترجف وكتنيه قرب عندها وقلس القرف وصاف وهو يقول ما تخاف مش يقدر غير تقطع الدو دابة يرجع يتحرك أما هي حاضنة رجليها وكتحرك رأسها بينها وكتخرج شهقة مرة مرة مدقيده بدون شعور وردليها شعرها وردليها شعر دموحها في خدها وحط عليها سبعول يبها شد بإيد تقنها والإيد الأخرى هاجز بها التليفون ووجه عليها الضو بقى كيتأمل في وجهها اللي يقول لحمل خدودها ونيفها وشفايفها سخر سرح في عينيها وبقى كيقرب لها حتى ولات كتحس بأنفاس على وجهها ميلا رأسه شوية جنب وهو قاصد شفايفها كانوا على وشك تلقى شفاهم وهو يشعل الضو وتحرك المسعد بالجهد حتى فقد سخر التوازن وجطايح عليها كيف رجحت الضو وعات على رأسها من بعد ما كان عقلها مبلوكي واستوعبات الوضع حطات إيديها على صدره ودفعاته بكل قوتها حتى هو بحالي لفاق ناضع ليها ما عارفش شنو طراليه وغير تفتح الباب وخرجات كتجري حالي لا جارع لها شي حد كتجري وتلفت وراها حتى خرجات في شي حد هزيت رأسها وباليها سين تخشات فيه وعنقاته كتبكي خارج صخر من المسعد صاخط على الوضعية غير باليه المشهد اللي قدامه وسعر بالمزيان زير على إيديه بجوج حتى برزو عروقه هز إيديه بدكي يصفق على المشهد الرومانسي وهو مزير على فكه وهدرب نبرة حادة فيها تعقم الله الله على مشهد عصافير الحق أستسمح على المقاطعة كون فراسي نزيد نطول في المسعد حتى تسالي ولا نقول لكم خدوا ليكم غرف حسن ولا ما عندكم مش مشكل يكون جمهور هو يقول له سيف شنو كدير هنا ساخر قال كنقلب عليك قال سيف وعلاش كتقلب عليها فين كنعرفك أنا ساخر قال لي الله يا ودي نسيتيني نسيتي لقاءنا النول في الكازينو كان لقاء صغير ولكن كمارتك بقات لاصقة في التاكيرا باش تعرف راسك مميز عندي سيف تلفت عند غادير وقال لها سيري تسنيني على برا هاني جاي بقات غير كتشوفي ودار ليها بعينيه ما تخافيش غير سبقيني وهو يقول ايش باغي مني اخر مرة اعقلت ما درتش حاجة خير جح للقانون قرب ليه صخر وقال له باغي تلعب ومعامن معايا أنا عند بالك درتي البوز بدوك جوش كلمات اسمع نقول ليك اللعبة ديال المتحرد دكي والصحفي الفضولي دير هافش بلا صخرة باقي نلقاك في جنابي كتهبش في قضيتي ما تلوم إلا راسك هاد المرة اندار المرة الجاية ما تعرفت دقة منين جاتك كانت من المساج يكون وصل وهو يقول سيف وإلى قلت ليك ما غاديش نوقف هنا وغادي نزيد نهبش ما تعرف نعرف هوية القاتلة قبل منك سخر جاوبه باستهزاء وقال له طيق تيرازك المقال اللي كاتب نصه معلومات خاطئة وخشائي بديه في جيابه وغادي وكيهدر عنديك تقول دلمتك هاني علمتك قلب على ساحتي وتكمش حسليك وخرج من المجلة غادي يجي هط موبيل لمحها واقف أحد الموتور ومع مقائد ديها والريح كيلوح لها في شعرها على وجهها وكتحرك راسها باش تبعده غادي ومراقبها احتبال ليه سيف وقف عليها وحد على شفايف ورقب ودمار الطموبيل وهز عينيه جهتهم عينيه تفيك ساوع ليهم داير شي شوفات مكره شتيري فيهم يشتت البقاهم شمال كسيرة وغادي كيصوت وراسك يعود ليه ناقديالهم ركبات غادير ورسيف وشادة فيه وعقالها مشا اللحظة اللي كانوا كيشوفوا في بعدياتهم في المسعد ما عرفاتش علاش تبلوكات حسات بقيدو فشمسحات ليهدى معه وفاش كان كيقرب حتى أنفاسه ولا وكيضربوا فوجهها شوفة في عينيه رجعت هالقيامات كانت كتحلم به وكانت حاسباه منقضها كانت كتمنى غير ام تطلقاه مرة اخرى خرجها من افكارها الملخطة وقف سيف نزلات وودعاته وطلعات لدارها دخلات لبيتها وبتلات حويجها ومشات الكوزينة وجذمة تعكل احتى سمعات الدقان مجهد في الباب خلحها وقالت يقدر يكون سيف اللي يرجع مشات الباب وفتحاته حتى كتلقاه واقف قدامها كيف الوحش ردات الباب بسرعة بغت سدته عليه وهو يحبسه برجلي قالت وهي راجع باللور ايش بغيتي شكون قال ليك انا ساكنهنع قال ماشي صعيبة باش نعرف وزيدون مجايش عندك كيشوف ارجاء الشقة وقال فينا هي ساندي غادير معجبهاش لحال وقالت ساندي ما كيناش ادخل الصالة وقال اوكي نتسنها حتى تجي استجمعات شجاعتها وقالت ما يمكنش لك تبقى هنا خرج من دار باغي ساندي تسنها في الخارج قال حبيب القلب ما طلعش يبقى معاك يونسك وهي يدكور اوش كتخربق وبعدها ماشي شغرك مشات الباب وفتحاته وواقفة كتشوفي زعم الباب الحباب اضحاك بصخرية ووقف جاي جهتها كيشوف عينيها ضغي حضرات عينيها حستات بي واقف حضار بيناتهم سنتيمترات قالت له خرج كانت منى ما تعاودش تلاقى كمارتي بكمارتك استفزاتوا بهضرتها وتجاهلها لي شدها من دراحها وشبدها عبدو حتى تلاسق صدرها مع صدره دور ايد دوع ورا خسرها بخفة وطاح على شفايفها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة